بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهردنا نتكلم عن shape of protein أو أشكال البروتينات shapes of protein proteins they cannot do their function يعني لا تستطيع أنها تؤدي وظيفتها until they have their usual shape until they have the final shape يعني لما توصل عند the final shape في الحالة دي تبدأ تقوم بوظيفتها طيب لو ما وصلتش شكلها can't do their function يبقى البروتينات لا تقوم بوظائفها إلا عند اكتمال شكلها المعتاد أو الوصول شكلها النهائي when the protein is supposed to extreme changes لما البروتينات تعرض لطائرات تحادة عنيفة في البيئج أو temperature they undergo reversible changes يعني يعني يحدث لها تغيرات غير عكسية in the shape في شكلها وطالما فقدت شكلها يبقى على طول ليست بوظيفتها يبقى not protein and this called denaturation يبقى denaturation عملية التكسير البروتين هي irreversible change والتغيرات غير عكسية in the shape of the protein and this caused by extreme changes in the pH or temperature as you when you add the finger to the milk الفنجر ده حامض بتحطه على الملك يحصله clotting تخصر في الحالة دي irreversible يبقى أنت غيرت في البيئج طيب النوع الثاني when you heat the egg the egg white or the albumin will coagulate لما سخن الحرارة أي سخن البيضات أو البيضة يحصل coagulation تقلط أو تخصر برضو للإيج وايت وبالتالي ما يرجعش تاني لحالته السائل يبقى أنت كده عملت ايه ها عملت alteration للشيب of routine by any reason some researchers بعض العلماء hypothetize that يعني اقترحوا ايه إن لو حصل alteration and the protein organization يعني لو حصل alterations تغير في أو تبديل في alteration أو shape of protein this lead to many diseases وأدي لبعض الأمراض أمراض خطيرة like الألزهايمر مالذي الأنسيان and الهيومن فورم of ماد كاو والصورة البشرية لجنون البقر كل دول بينتقوا من alterations of the protein shape أو protein organization so denaturation occurs عملية التكسير بقى لبروتنات causes normal bondage بتسبب أن الروابط الطبيعية between R groups موجودة بمجموعة التي هي الصيد chain يحصل لها disturbed بمجموعة عملية التكسير بين الروابط عملية التكسير بين مجموعة هذا يعني denaturation البروتين So the final shape of the protein وبالتالي نستطيع A in the final shape of the protein الشكل نهائي للبروتين is very important to its function عشان تقوم بوظافة الـ denaturation قولنا الـ normal bondage between the R-groups has been disturbed and this caused by extreme heat or extreme pH they undergo a reversal with changes and this is called denaturation الـ levels of routine organization نكلم بقى على أشكال البروتين إذا كان شكل البروتين مهم جدا فلازم نشوف ونعرف أشكال البروتينات الـ levels of routine organization have at least three levels يعني إحنا عندنا أهلا حاجة ثلاث مستوات إحنا عندنا أربعة طيب have the first level المستوى الأول يبقى عندك first والsecond والtertiary والcaternary the first level called primary structure نخلي على طول المستوى الأول نسميه التركيب البداي أو الابتدائي أو الأساسي and it is always على طول دايما بيبقى linear sequence لازم يبقى تعاقب خطي من الأمينو أسيد joined by peptide bonds only يبقى عندك سلسلة طويلة كده خطية من الأمينو أسيد مرتبطة مع بعضها بيبقى البدايب بوند تعرف أنه داعه طول first level أو primary protein or primary structure البلايب بطايل can be quite different from one another طيب أنا لو عندي سلسلة من الإيه؟ من البدايات العديدة هتختلف عن السلسلة دي عن السلسلة دي عن السلسلة دي بإيه؟ by number of amino acid أو الحاجة ممكن أفرق به عدد الأحماض الأمنية أو نقطة تانية مهمة جدا sequence of amino acid أو اللي بسموه order of amino acid يعني ترتيب الأحماض الأمنية أو تعاقب الأحماض الأمنية داخل السلسلة يفرق لك البوريتينات عن بعضها ويديك أشكال مختلفة وبالتالي يجب عندك different levels of protein organization shape is everything of a form of a protein زي ما قلت لك الشكل بنسبة لبوريتينات هو كل شيء ليه؟ لأنه determine بيحدد structure بتاعه إذا كان primer ولا second ولا tertiary ولا quaternary وdetermine also function بيحدد لك الوظيفة we have four levels of routine structure number one primary structure secondary structure tertiary structure and quaternary structure the first one which is a primary protein or primary structure بيبقى دائما إذا ما قلت لك linear sequence تعاقب خطي من amino acid joined by peptide bond ما فيش غير رابطة روابط بيبتدية amino acid قم ببعضاء كده بروابط بيبتدية يبقى بالشكل ده على طول ده primary protein primary protein can be changed into secondary يعني البرامر ممكن يتحاول يبقى secondary protein إزاي when the bulletin takes a particular shape in the space لما يبقى لها شكل محدد في الفراغ طبعا ما لها شكل محدد في الفراغ ده يبقى coiling حصل لها coiling بالشكل ده كده أو حصل لها folding بالشكل ده يبقى لو حصل coiling أو folding زي alpha helix ده أو beta sheet بالشكل ده تعرف على الطول إني ده secondary protein or secondary structure هيبقى في amino acid في peptide bond لكن في كمان في الhydrogen bond between carbon C double bond O in one peptide bond and NH in another peptide bond as I was saying before yeah coiling or folding of amino acid chain لتو forming alpha helix or beta sheet this R the secondary protein has a definite shape in the space لشكل محدد واضح ومخصص لكل A protein secondary can be changed into tertiary protein ممكن تتحاول تبقى protein سلاسي if the has a three dimensional shape في الحالة دي البروتين بيبقى ليه border 3 اللي بسمو three dimensional shape أو 3 D اللي بسمو globular كروي الريزلط هو in the secondary protein البروتين اللي هو كان أساساً كده coiled أو folded بشكل ده يحصل twist أو twist أو bend لو حصل انسناء أو التفاف في الشكل ده لل secondary protein يدي على طول tertiary protein يبقى primary linear ده يحصل coil or blade sheet بشكل ده يبقى secondary blade sheet أو alpha helix بروتين لو حصل twist أو bend يديك ايه بشكل ده يديك بروتين يبقى بشكل ده عبارة عن global shape عشان كده ده most complicated وبالتالب في hydrogen bond covalent bond ionic bond van der val bond tisulfide bridges و example طبعا myoglobin protein tertiary may be form quaternary protein الكوaternary بقى مختلف لو انت تشوف primary secondary tertiary كل ده عبارة عن single single bulbed tyde chain تسلسلة واحدة بس تبقى خط تبقى primary تتلف شوية أو تنسيني تبقى secondary secondary لو انت سنة أو التف أو برضو يبقى tertiary لكن الكوaternary بروتين تعرفوا بإيه انه هو two or more buluboptyle chain طبعا انه هو سلسلة واحد سلسلتين أو أكتر من السلاسل اللي هو البولبوبtyle chain تعرف انه ده كوaternary بروتين associated to form a functional بروتين وده اللي بيكون البروتينات الوظيفية اللي بتقوم بوظيفة معينة like الهموغلوبين this peptide and this peptide and this peptide and this peptide 4 peptides يعني more two or more and this is transport of gases and most enzymes and collagen are also coaternary protein ده بشكل ده primary secondary tertiary coaternary the single chain single chain different from each other by the shape and different kind of the bond هنا في peptide bond هنا peptide طبعا في hydrogen bond هنا different bonds like disulfide bridges two or more يبعند ك الكوaternary بروتين والألقاء في الدرس إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته